هاني حبيب وحشني وانت كمان اخبارك ايه؟ كله زي الفولك كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله هارد لك النهاردة خسارة تانية على التوالي للزمالك وبتصعب من وضع الزمالك على مستوى المنافسة على لقب الدوري روستهاني يعني بعيد عن المنافسة وبعيد عن بطولة الدوري مش ده نادي الزمالك يعني مع احترام الشديد اللعبة دي او لعبة نادي الزمالك الاداء نفسه داخل الملعب مش مزبوط وعليه علامة استفهام كبيرة جدا زايد فريرة برضو نفس الكلام عليه علامة استفهام كبيرة في طريقة اللعب وفي التغييرات والموضوع انا بحس اللي هو مش بينافس اللي هي فرقة جاي يجرب وجاي يدي اللعبة كلها فرش بيستعد للموسم الجديد اه بالضبط وده مش صح وده مش يعني ده غلط تماما اللي هو بيعمله وبعدين يعني في حاجات في الملعب داخل الملعب تحركات فنية انت بتلعب اربعة ثلاثة ثلاثة او بتحب اربعة ثلاثة ثلاثة اوباما ماينفعش فيها ماينفعش يلعب ناحية رقم تمانية اوباما ناحية اليمين هو رقم عشرة المجهود الكبير اللي بيعمله رايح جاي رايح جاي لانه هيدافع وبيهاجم في نفس الوقت ده مش بتاعه ومش هقدر يعمل كل الكلام ده اللعبة نفسها ما بتعرفش تلعب اربعة ثلاثة ثلاثة وده اللي صدرت مشكلة المنتخب مصر ده يعني لها الكلام تاني الفترة اللي فاتت لاني احنا في مصر هنا الدور بتاعنا محدش بتشتغل اربعة ثلاثة ثلاثة فبالتالي انا شايف القماشة عندي لا تصلح للطريقة دي خلاص بانا اشتغل اربعة ثلاثة واحد واعمل التاكتيج بتاعي داخل الملعب واسناء الجيم ممكن اغير لكن اصراري على نص الطريقة اصراري على بعض اللعيبة اللي هي المستوى بتاعها نزل وبتلعب برضو وبتفضل في الملعب زائد التغييرات الراجل سي سي بعيد جدا ونجمي بعيد جدا ونزلته برضو انا وهو يعني ونجمي لازم برضو يعني يغادر نزل زمالك اوه لو على مستوى مين اللي لازم يغادر نزل زمالك باعتقد الاسماء مش قليلة كتير صح اه ستة او سبعة مين اللي شايف انه فرصهم مع الزمالك قلت قوي في الاستمرار المسلم اللي جاي اسلام جابر روقة ونجم عمر السعيد حزم امام وش ويا اوبام وش ويا اوبام معنى كده ان حمزة المسلوسي شايف وحمزة المسلوسي وحمزة المسلوسي وحمزة المسلوسي في سيف الجزاري لا ياخد فرود كويس ايوا انا حب بس مع رأيك في سيف الجزاري لا فرود كويس لكن هو مش حاسس بنفسه يعني هو ما عندهش الثقة الثقة مش موجودة هو في نزل زمالك لكن هو لما كان بيلعب كان بيقدي منتخب تونس الراجل عنده سرعات بيعرف يجيب جوان وانتقضنا في رأيك الماتش اللي فات تتلعب في السادة الكاهرة مساحات فانت عايز سرعات فسيف الجزاري عنده الحتة دي فليه بالتاق انت ليه العمك الهجومي اللي عنده كويس انت بتقلله زي التحركات زيزو وبين شارقي الماتش في امبي احنا ما بنعملش عمك الهجوم من الاتنين بيلعبه على الاطراف فهم الاتنين قفلين على الباك رايت والباك ليفت فبالتالي لما بعمل كورس ما بتلاقيش حد في 18 للرأس الحربة وممكن اوباما يكون بكمل التحركات الفنية داخل الملعب مش صح مش مزبوطة يعني مفروض زيزو يخش العمك الملعب بتاعت ال 18 بتاعت رأس الحربة عامر السعيد ومفروض كمان بنشارقي ويسيبوا الاطراف في الباك ليفت والباك رايت لكن لا فيه فيه حاجات كتيرها مش مزبوطة النهاردة انت بتلعب عبدالله جمعة قدام فتوح مش شفناش عبدالله جمعة ولا عم الكورس ولا داخل التمتاشر في المنحة العكسية طب يعني خلاص غير اجيب بقى عبدالله جمعة ما كان زيزو وان زيزو من واحد الشمال وتشتغل 4-2-3-1 بامكانيات العيبة بتاعتك الموجودة والطريقة المحفوظة لا فيه امور كتير غلط ولازم تدخل مجلس الادارة ايه نوع التدخل اللي ممكن يتدخله مجلس الادارة في منتصف الموسم يحسم يحسم اللعيبة او ياخد قرار او يقول اللعيبة اللي هي تبقى معايا يبدأ التجديدات اللعيبة نفسها اللي عايز يقعد اللي مش عايز يقعد لازم يطلع للأعلام ويتقال كلام ده خلاص لان الأداء ده فوسط الموسم يتقال ما انت شايف وسط الموسم يهاني والأداء عمالي ازاي انت سالي فتحة الدولة انت كسبت منشطة كلها زائد النادر الاهلي اتعطر في المؤجلات طب انت بالتالي انت بتخسر بادري ليه انت لو عملت نفس الكلام ده السنة دي او انت بالطريقة اللي انت ماشي بها انت بتكسب فانت بتصدر ضغط على مظبوط النادر الاهلي فانت بتخسر يعني حتى كمان انت مش بتعادل انت بتخسر بتخسر من الامبي بتخسر من الجيش يعني انت معندش ثقة دلوقتي انت الموتش الجاي ايا كان محترام الشديد جدا خلاص الثقة مش موجودة الفرقة تنزل تهاجمك ايه فبالتالي انت هتقفى مشكلة كبيرة وعندين مشكلة نازة مالك في العنق الهجومي والهجمة المرتدة على نازة مالك مشكلة كبيرة مشكلة في التمركز ومشكلة في السرعات وفي حاجة يعني عايزة اقولك عليها او اللعبة تبقى عارفاها مش معنى ان انا اللي بضغط على الراجل اللي معاك كرة وباجري وبتزحلق وبقطع والكلام ده كله انك اضغط يبقى انك عندي روح صح لا انت ممكن توقف مجرد التمركز في مكانك خلاص انت واقف صح صح لكن انا انت مش تطعك عليها بالزحلقة والضغط والحركات اللي انت عارفها دي الكرة تطلع اه وتقوم جاري جايبها لا طبعا يعني الجنة اللي جاي انت فتوح بتقابل ليه فتوح يعني اتقطعت من اوباما صح صح ده خطأ متكرر من فتوح وقت الهجامات هو عنده حماس اه يعني العيب امكانياته هيلة ومهاري ودماغه حلوة ووقت الزيادة الهجومية ممتاز لكن على مستوى الدفاعي في النقطة دي دي متكررة متكررة في حتة ان انت مفروض امتى هاجي امتى اضغط وامتى لا يعني الراجل جاي زيادة عادية انا اضغط ليه في نص الملعب ما انا ارحل افضل مأخر نفسي والراجل بتاع نص الملعب هو اللي يضغط اعمل زيادة عددية دفاعية عندي لكن انا الموضغط وكرة لعبة انضربت عبدالغاني متمركس مش مزبوط وتزحلق عشان وقف غلط لا امور كتير غلط امور كتير غلط فنية في الملعب ترجمة نانسي قنقر